السلام عليكم ورحمة الله معكم وقلام أحمود والنهاردة هنعمل نودلز بالفراخ والخضور اللي اتناكلها في المحلات الصيني بس أحلى من المحل الصيني أنا عارفة ان هي جمل أمهاتي قوي بس يعني صدقوني عاد له أحلى جال انتضي بالانجريديانس على طول أول حاجة الرئيس نودلز دي اللي هي أرفع نوع نودلز موجودة هتلوها في السوبر ماركت جنب المكارونات والحاجات دي فهي موجودة في أي سوبر ماركت كبير وعندنا الصعي صاص في منه الغي مقفي منه الفاتح حولكم الفرق بينهم قدام وكمان معانا عسل والفراخ معي حوالي كيلو لربع حوالي كيلو لربع متقطع مكعبات بس رفيع والخضر اللي كان عندي في البيت كان براكلي بصل فلفل أحمر فلفل أغدر حسب الخضر اللي موجود في البيت استعمله مش فرق نوع الخضر قوي بس ده المكس اللي انا بحبه معاه وفصينتهم مبشرين وجنزبيل فراش جنزبيل فراش بيفرق في الطعم جدا جنزبيل فراش حتة صغنونة ومقطعها صغير قوي 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 بالسكينة الرايس نودلز ما بتتسلقش ما مكتوب عليها تسلق فر وان منت بس ان هي تتحط في طاصة او فصنية برا النور مش اي حاجة سخنة ويتحط عليها فوقيها مية سخنة وتتساب ثري منت بتستوي أحسن وما بتبقاش مع الجنة ومتخدش سوا زيادة نحن بعد كده نحطها على النار فنرجع تاني اتجبت سنية او اي طبق كبير او غويت اي ان كان نوع اللي بتستخدموه وحطوها فيه واتلق عليها مية مغلية واسبوها لمدة 3 دقيقة بس تتأكدوا ان المية المغلية مغطية النودلز من جميع الجوانب ما فيش اي حتة نشفة تبقى برا المية قلبتها نحيتين عشان تأكد بس ان المية وصلها لها كلها من جميع الجوانب وسبتها لمدة 3 دقيقة 3 دقيقة وبس وكانت كده كده استوت بالنسبة لي هنحطها واقف مصفة ونشيلها كلها على جنب لحد ما نحتاجة تاني بس هل نتأكد ان المية نضلت منها فعشان كده هنشيلها على جنب هنشيلها في مصفة وكده كده الوصفة هنبتاخدش وقت معانا فمش هتلحقوا التعجن او اي حاجة هي اصلا الوصفة كلها بتخلصوا هي بتبتدي تعالوا بقى نعمل الصاص قبل ما نبتدي نروح على الطاصة دي كباية شربة فراخ ما عندنا شربة فراخ يبقى كباية مية وعليها مرأة مرأة فراخ مفروض الوصفة دي نحط معلقة واحدة كبيرة من الصيصاص الغمقى ومعلقتين من الفتحة انا ما عندي جهر نوع واحد يعني مش هي استخدمت اتنين من الغمقى عند الفرق بين الغمقى والفتح ان الصيصاص الغمقى طعمها اتقل فهي ملحة اكتر ده الفرق بين الفتح والغمق بس ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فما نحبكش الدنيا فاللي عنده فلفل أبيض هيحط معلقة صغنونة ملح ومعلقة صغنونة فلفل أبيض وبعدين شميت ريحت الصاص كده حاسيت انه محتاج شوية عسل كمان فمت حتى معلقة عسل كمان كبيرة فاحنا كده انتو تلحطينا معلقتين عسل أبيض كبار فالصاص ده عبارة عن كبات شربة فراخ أو كبات ميا ومرق معلقتين عسل أبيض معلقتين صوية صاص غامق معلقة غام أو معلقتين فتحين معلقة صغنونة ملح معلقة صغنونة فلفل أبيض هنستخدم فلفل أسود مش هيئول لا نروح بعد طاصة نقلب كله فوق بعضه نسخر طاصة كويس قوي ونحط الوصفة كلها نستخدم فيها معلقة زيت واحدة فنحط دلوقتي نص معلقة الزيت ونقلبها في الطاصة ونسيبها تسخن شوية تسخن شوية أنا استخدمت زيت زتون ناكو حالة الاخترصة بل أنتو عايزينه بس أنا استخدمت في الوصفة دي زيت زتون حطت الفراخ سبتها شوية لحد ملونها من تحت بيد وبعكية بتايت تقلبها أنا محتاجاها تستوي فتستوي يعني تبقالونها دهبي هي الفراخ ما بتخدش أصل نقطة في السوا فاحنا هنشوحها نشوحها في السريع لحد ما يبقالونها دهبي لو بقالونها دهبي خلاص هي كده استاود هنشلها عايزين نركز أنا محطتش أي توابل أنا شوحتها في ست زتون في طاصة سخنة بس محطتش عليها أي توابل لما تبقى كلها نحمرت كده هنطلعها في طبق ونحطها على جنب هنرجع الطاصة تاني ونشوح مكانها البصل هننزله الأول وبعد البصل هنحط التوم ونقلبهم مع بعض كويس قوي هنقلبهم ياخدوا تشويحة سريعة قوي مع أنه هو مش هياخد وقت لأنه إرادة طاصة سخنة جدا فمش هياخد وقت في التشويح بعديه هنحط عليهم الجنزبيل الجنزبيل الفراش راحته تحفى بيدي طعم جامد جدا قوي يعني وبعد كده هننزل بالفلفل الألوان ونقلبهم كلهم مع بعض آخر حاجة بنحطها البروكلي يعني البروكلي ما بياخدش سوى ولما بتقلب كدير البيت بهدل كده ويتفكى من بعضه فبلاش نحطه بدري هوطي نار على النص مثلا وممكن هنا تكملوا بقى معلقة الزيت اللي هنحطنا نصها في الأول حطوا النص التاني قبل ما تحطوا الفراخ حقلبوا الخضار في نص معلقة الزيت التانية وبعدين نحط عليهم الفراخ وننزل عليهم بالنودلز هنقلبهم كلهم مع بعض نحاول نقلب على قد ما نقدر الفراخ مع النودلز يعني مستخدمت طاصة أكبر شوية أنا استخدمت طاصة صغنونة بس مش مهم وبعدين نحط عليها الصاص اللي احنا جهزناه من شوية ونديهم تقليبة مع بعض نتأكد بس ان النودلز كلها شرب الصاص والخضار شرب الصاص هو شكلها وألوانها ورحتها يعني يخليكوا أصلا ما تشترهاش من براتين بس خلصت الوصفة أظن وحاشكوا الوصفات السهلة السريعة زي ما حاشتني طبعاً أنا ابتديت الجروب أصلاً بالفيديوز السريع الوصفات السهلة السريعة فأنا بالتالي وحاشتني جداً الوصفات دي فخلص خلصنا وصفة سهلة سريعة طصة واحدة أحلى من الجاهز بكتير زي ما موهاتنا كده كده بتقول لنا هجيبلكوا بيتز أحلى من بره وعملكوا كنتاكي أحلى من بره والكلام ده أنا بقى هعملكوا أكل مطاعم أحلى من بره وبعد ما تدقوا قولوا لي رأيكم حابين بقى تاكلوها بالشوبستيكس كلوها حابين تاكلوها بالشوكة كلوها أياً كان الطريقة اللي انتوا بتستمتعوا بيها بالأكل استعملوها بس أنا متأكدة ان هي هتعذفه جداً ومش هتبطلو تعملوها الصايصاص زي ما قلتلكم الغمأة هي ملحة أكتر الفتحة ملحها أقل فعلى حسب انتوا محتاجين ايه أو بتحبوا ايه أكتر استخدموا يارب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب وترنوا على المشاهدة وحطت لكم الانسترام والفيسبوك في الديسكريبشن شكراً